مفيش شك إن حياتنا مليانة بحكايات كتيرة جداً لكن أهم حكاية فيهم هي حكاياتنا مع أولادنا وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل وقت بنقضي معاهم بنقابل حياة جديدة أو موقف جديد يمكن في البيت، يمكن في المدرسة، يمكن في النادي في كل مكان ساعات كتير بنعرف نتعامل معاهم وفي كل موقف أو قات بنعرف نتعامل معاهم وساعة أكتر بنقف محترين، مستغربين، مش عارفين نعمل إيه بنحاول نربيهم زي ما تربينا وده طبعاً مش بيعجبهم خالص ودايماً بنسمع منهم إن وقتكم غير وقتنا أو زمانكم غير زماننا لكن مين فينا اللي صح؟ إحنا ولا هما؟ إحنا اللي مش فاهمينهم ولا هما اللي مش مقدرين خوفنا عليهم وإننا نفسنا بجد نشوفهم أحسن ناس في الدنيا هنعرف النهاردة إزاي نتعامل مع أولادنا من خلال رحلة تربيتنا ليهم وإزاي نفهمهم أكتر وإزاي نعرف نقرب منهم مظبوط وده من خلال كتابنا النهاردة حكاياتنا وحكايات أولادنا مواقف حياتية من رحلتنا التربوية للكاتبة ومدربة التربية الأستاذة سلوى باسيوني